في إطار شهر التشغيل تم اليوم توقيع اتفاقية تعاون ثلاثي جمعت وزارتي التشغيل والتعليم العالي بالمعهد الوطني للفنون والحرف بفرنسا وذلك بحضور السفير فرنسا بتونس التفاصيل في الورقة التالية وقعت اليوم بالعاصمة اتفاقية تعاون ثلاثي بين تونس وفرنسا تحت إشراف كل من وزارتي التشغيل والتعليم العالي والمعهد الوطني للفنون والحرف بفرنسا من المفترض أننا سنحصل إلى بطارق تطبيق قناع مستقبل من تجربة من هذه المدينة ومعرفة من المعارضة ومعرفة الممتصدين مع المعارضة من المنطقة ومعرفة كنام المتحدثة في هذا المنطقة وترمي هذه الاتفاقية لتمكين أكبر عدد ممكن من الشباب التونسي العاقل عن العمل من الانخراج في الحياة المهنية وتمكن من لم يتحصل على شهادات عليا من فرص في التكوين المهني في مختلف المجالات وإنهاء تشترك وشكركاً وشهر على شهادات عليا من المنجز في التونس بوليس بوايون الذي أكد على عمق العلاقة بين البلدين ودور هذه الشركة الجديدة في دفع الاقتصاد التونسي وتنشيط قطاعي التشغيل والتعليم فهل يمكن لهذه الشاركة أن تبعث أملا جديدا في نفس كل شاب خذلته ظروف وحرمته من اكتساب لقمة العيش وحفظ دماء الوجه